أعلن المغرب أن ليبيا قررت التنازل عن ترشحية لعضوية مجلس الأمن والسلم التابعي للاتحاد الأفريقي للفترة من 2022 حتى 2025 لصالح المملكة وقررت ليبيا سحب ترشحية لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي بعد اتصال ناتفيين أجراء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش مجلس الأمن والسلم الإفريقي أحد الأجهزة التابعة للاتحاد الأفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد تأسس عام 2002 يتكون المجلس من 15 دولة من بينها 5 بلدان يتم انتخابها كل 3 سنوات ويجر انتخاب أعضائه من قبل جمعية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا للمجلس عدة أهداف من بينها تعزيز السلم والأمن والاستقرار في بلدان الاتحاد الأفريقي أضف إلى ذلك منع النزاعات وإدارتها وحلها في القارة الأفريقية ترجمة نانسي قنقر